السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل دي جي واليوم إذن مع أقوى مراجعة لاختبار الفصل الثاني في مادة لغة العربية لسنة الرابعة متوسط تلاميذ بيون بوميل فانتكاد اليوم إذن سنقوم بمراجعة جميع الجمل وإعرابها بالتفصيل الممل سوى الجملة الواقعة جواب لأشرط والجملة الواقعة خبر للناس لن نقوم بها في هذا الفيديو لكن جميع الجمل الأخرى سنقوم بها في هذا الفيديو وهو الجزء الثاني من سلسلة المراجعة لجميع دروس اللغة العربية لبيون بوميل فانتكاد إن شاء الله نبدأ أولا مع الجملة الواقعة مفعولا به الجملة الواقعة مفعولا به نستطيع أن نعرفها بجملتين بطريقتين إما بالسؤال بماذا أو جملة مقول القول لدينا أولا أقسام الجمل وهي جملة اسمية تبدأ بإسم جملة اسمية مصدرية تبدأ بإن أو أنا جملة فعلية تبدأ بفعل جملة فعلية مصدرية تبدأ بأحد الحروف المصدرية أن لو أنا إلى غير ذلك هذه هي الجمل التي معنا إذن أول شيء بالنسبة للجملة الواقعة مفعولا به تعرص بالسؤال ماذا؟ مثلا أريد أن أساعدك ماذا أريد أن أساعدك؟ إذن هنا أن أساعدك جملة فعلية مصدرية في محل نصب مفعول به أتمنى أن أنجح ماذا أتمنى؟ أن تنجح أن تنجح جملة فعلية مصدرية في محل نصب مفعول به لدينا أيضا الجملة مقول القول تقع بعد أفعال القول وأفعال القول تتمتل فيه قال روى صاحة نادى إلى آخره قال الصلاة خير من النوم إذن هنا قبلها لدينا فعل قول إذن الصلاة خير من النوم تعرب جملة مقول قول اسمية في محل نصب مفعول به صاحة الجندي لقد فزنا هنا لدينا النقطتين وهي التي تدل على الكلام ولدينا فعل القول صاحة إذن لقد فزنا جملة مقول قول فعلية في محل نصب مفعول به هذه بالنسبة للجملة الواقعة مفعولا به ننتقل إلى الجملة الثانية الجملة الواقعة مضافا إليه تأتي في ثلاث مواضع الأول بعض الظروف مثلا قبل بعد إذا منذ مض إلى آخره مثلا أخسل يدي قبل أن آكل قبل هنا ضرف إذن الجملة التي بعدها تعرب جملة واقعة مضافا إليه فنقول جملة فعلية مصدرية في محل جرم مضافا إليه لدينا أيضا الموضع الثاني بعد بعض الكلمات مثل رغم دون كل حد بعض سواء إلى آخره مثل سافرت رغم أني مريض هنا رغم من الكلمات التي تقع قبل جملة المضاف إليه فأني مريض هنا جملة اسمية مصدرية في محل جرم مضاف إليه الموضع الثالث بعد المفعول لأجله رغبة رجاء أمالا بغيتا ابتغاء إلى غير ذلك مثلا أعبد رب ابتغاء ابتغاء هي عبارة عن مفعول لأجله إذن الجملة التي تأتي بعدها تعرب مضافا إليه فنقول أن أرضيه جملة فعلية مصدرية في محل جرم مضاف إليه خلاصة القول الجملة الواقعة مضاف إليه تأتي في ثلاث مواضع بعض الظروف سواء كانت ظروف مكان أو زمان مثل قبل بعد إذا منذ مد الموضع الثاني بعد بعض الكلمات مثل رغم دون بعض سواء غير إلى آخره الموضع الثالث بعد المفعول لأجله مثل رغبة رجاء ابتغاء أملا إلى غير ذلك ننتقل إلى ثالث نوع من الجملة وهو الجملة الواقعة حالا أولا تعرف بالسؤال كيف كيف نعرف الجملة الواقعة حالا تعرف بالسؤال كيف قلنا نعرف الجملة الواقعة مفعولا به بالسؤال ماذا والجملة الواقعة مضافا إليه إما أن تأتي بعد المفعول لأجله أو بعض الظروف أو بعض الكلمات أما الجملة الواقعة حالا فتعرف بالسؤال كيف مثلا أكلت التفاحة وأنا فرحة كيف أكلت التفاحة وأنا فرحة إذن هنا وأنا فرحة جملة اسمية في محل نصب حال ثاني موضع وهو بعد المعارف أحوال إذا كان الاسم الذي قبل الجملة هو عبارة عن اسم نكرة فالجملة هنا تكون في غالب الأحيان جملة واقعة حالا مثلا دخل الأستاذ أو الأستاذ هي عبارة عن تلمة معرفة بالألف واللد فيكتسم هي جملة فعلية في محل نصب حال أيضا تالت طريقة نستطيع أن نجد بها الجملة الواقعة حالا وهي كثيرا ما نجده والحال يعني في غالب الجمل الواقعة حالا نجدها مسبوقة يعني في أول الجملة نجد واو الحال مثلا خرج الطبيب وهو حزين هنا نلاحظ في هذه الجملة بدايتها بواو هذه الواو هي واو الحال إذن نعرفها جملة اسمية في محل نصب حال لدينا أيضا مثلا هنا في المثال الأول وأنا فريحة الواو هنا هي عبارة عن واو الحال ستعرف جملة واقعة حالا إذن كيف نعرف الجملة الواقعة حالا؟ بثلاث طرق الطريقة الأولى تعرف بالسؤال كيف نسأل كيف إذا كانت هناك الإجابة فهي جملة واقعة حال بعد المعارف الأحوال يعني اسم المعرفة الجملة التي بعده تعرف جملة واقعة حال ثالثا كثيرا ما نجد واو الحال يعني الجملة الواقعة بين قوسين غالبا ما تبدأ بواو الحال ثالثا رابع جملة هنا معنا وهي الجملة الواقعانات الجملة الواقعانات أسهل تأتي بعد النكرة يعني قلنا في الجملة الواقعة حال تأتي بعد المعارف الجملة الواقعانات تأتي بعد النكرة مثل رأيت مسجدا مئذنته طويلة مئذة مسجدا هنا هي عبارة عن اسم النكرة فالجملة التي بعده تأتي هنا جملة واقعة نعت ونقول جملة اسمها في محال نصب نعت هناك قاعدة تقول بعد المعارف أحوال وبعد النكرات نعوت إذن الجملة الواقعة نعت لديها طريقة واحدة لكي نعرفها بها وهي أنها تأتي بعد اسم النكرة فتعرب جملة واقعة نعت آخر شيء لدينا وهو الجملة الواقعة خبرا الجملة الواقعة خبرا تأتي في ثلاث حالات إما أن تأتي جملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة جملة فعلية مثل الولد يقرأ قصة الولد مبتدأ أين هو الخبر يقرأ قصة يقرأ قصة هي عبارة عن جملة فعلية فنقول جملة فعلية في محال رفع خبر للمبتدأ الولد ثاني حالة وهي الجملة الاسمية مثل السماء لونها أزرق هنا السماء هي عبارة عن مبتدأ أين هو الخبر لونها أزرق بما أنها تبدأ بصفة نقول جملة اسمية في محال رفع خبر للمبتدأ السماء تأتي شبه جملة شبه الجملة إما أن تكون جار ومجرور يعني تكون اسم مجرور حرف جار واسم مجرور أو عبارة عن ضرف إما ضرف زمان أو ضرف مكان مثل الأم في المنزل هنا في المنزل الأم هي عبارة عن مبتدأ أين هو الخبر في المنزل فنعرفها شبه جملة جار ومجرور في محل رفع خبر للمبتدأ الأم لدينا أيضا مثال الطائر فوق الشجرة الطائر هي عبارة عن مبتدأ فوق الشجرة هي الخبر فبما أنها تبدأ بضرف مكان فنقول شبه جملة ضرف مكان في محل رفع خبر للمبتدأ الطائر إذن خلاصة القول الجملة الواقعة خبر نجدها في ثلاث حالات إما جملة فعلية تبدأ بفعل أو جملة اسمية تبدأ باسم أو شبه جملة تبدأ إما بحرف جار واسم مجرور أو بضرف مكان أو زمان بهذا أعزائي التلاميين أكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو وأخيرا لا تنسوا لايك واشتراك بالقناة وتفيد الجرس لأصلاقكم كل جديد دمتم في رعاية الله وحبا والسلام عليكم